موسيقى هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يارب يكون كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية حلقة عملناها الأسبوع اللي فات واكتشلي بتدينا فيها الموسم الجديد من ميز شو كانت حلقة عن وصفات للترند هي ايه وصفات للترند؟ هي الوصفات اللي بتبقى فجأة من غير مقدمات كتير من غير أسباب واضحة على التكتاك وعلى الانستجرام أو على الفيسبوك شعبية جداً بتلاقي يعني زيان بقوله تلاقي رواج والناس عملها شير وبتحاول تجربها أنا من رأيي أنه لازم تبقى بوصفات الترند وانت بتتفرج عليها حتى تخليك تقوم تجربها أو تحطها باللست أنا عايز أجرب الوصفة دي وبرضه في حاجات إحنا منعملها ترند النهاردة عندي وصفات فيه ترند عالمي وفيه ترند محلي دايماً بورسة الترند زي ما بقوله فيه الترندة بكل بلد والترند العالمي فيه وصفتين أنا شايفة أنهم لازم يبقوا ترند وحسة أنهم حيطلعوا حلوين جداً وفيه وصفتين قريدي ترند على أفكار مش وصفات قريدي ترند على التيك توك وعلى الإنستجرام تعالوا نبصوا مع بعض النهاردة الترند عندنا إيه عندنا وصفة فيتزا جمعناها مع باستا بقت اسمها بيستا بيزا باستا عجينة بيزا تاني طوپنز الباستا التقليدية هتدخل الفرن وحتبقى كأنه طاجن مكارونا يعني الباستا مع البيتزا الطبقة اللي فوق بيتزا وتحت باستا قم بلا كده إيطالية رهيبة هتحبوها الوصفة التانية رغيف الفيلي ستيك الفيلي ستيك هو ساندويتش عملنا قبل كده ستيك بتقطع شريح مع البصل والفلفل الأخضر وبيتحط عليه جبنة سايحة عادة جبنة بروفلون بس أي جبنة تشادر جبنة صفرة نزود شوية موزرالا النهاردة هناخد قالب توست كامل شفت الوصفة دي عملها على الانستجرام أكاونت اسمه food handcraft بحب دايما المصدر اللي أنا خدت الوصفة منه صراحة أقوله فأنا خدتها من تقريبا اسمه حسن العبدالله يعني بحييه مفيش أي تواصل بيننا بس عجبتني الفكرة وقلت يا حسن وده لترند اللي أول ما شوف أقول أنا حجربها فحقيقي بروفو على الوصفة رغيف محش فيه الستيك غرقان جبنة زي أول بيرجر لحد دلوقتي بتكلموني فيه البرجر الغرقان وشكله لذيذ قوي وحيبهر أصحابكم بعظماتكم وسهل جدا مش صعب خالص هنروح على دلوقتي ترند دارج قوي اليومين دول ترند مخل الخيار الحلزوني تقطيعة الخيار دي الأسيوية على عصايتين كده وبيقطعوها ستريت متقيم بعدين بقلبوها ناحية تانية بقطعوها بالوارب كده زي الأكورديون وبيضوها تتبيلة الخيار المخل الأسيوية بغض النظر عن التتبيلة هي التقطيعة هي الترند وترند الزبدة بالتوم قالب الزبدة اللي بيغرزوا فيه كده التوم بحط التوم حواليه وبقى دونس هو الترند كده الى الفورن يطلع بحط التوم في علبة والزبدة بالعلبة ويبقى سبريد كده على العيش حلقة الترند أنا بحبها هنعمل الترند بالبيستا ورغيف الفلي استيك وحنجرب الترند اللي موجود على التيك توك بفكركم دايما بإعادتنا عشان تشوفوا الحلقات الحلوة دي والوصفات وتجربوها أكتر حاجة بتسعدني تطبيقاتكم الوصفات وتبعتوها لي بجد ببقى طايرة من الفرح وبحب انه انتو تشجعتوا تدخلوا المطبخ ترند ده على فكرة يعني بسطدكم فيه كده اللي مالوش والمطبخ بسليه في الحاجات اللي فيها تريكس وتكات كده يقوم داخل المطبخ دي حلقة ترند بتشد الناس تجرب الوصفات الحلوة الإعادة ثلاثة العصر القاهرة والناس اثنين وستة المغرب القاهرة والناس واحد وكل حلقاتنا على اليوتيوب عشان تجربوا الوصفات تستنوين مطبخ بعد الفاصل هلو هلو في حلقة لترند من ميز شو لترند زي ما قلت لكم هي الوصفات اللي اتمايكست يعني اون انستجرام فجأة تبقى مشهورة والناس بتتبعتها البعض على الواتساب وعالفيسبوك وعالانستجرام منها اللي احنا هناخده ومنها اللي عجبنا وعايزين نخليه ترند بتفرج كتير على وصفات مهما مهما عملت وصفات بفضل عايز المخزون البصري بتاعي وانا بتفرج طبعا وانا بتفرج اقدر اتخيل انك هدي حلوة ولا لا يعني اقدر احكم اللي بتبخ ده دي وصفة هتبقى حلوة دي لا بتفرج كتير ولما تعجبني وصفة من عند حد يعني اول وصفة هنعملها هي البيتزا زائد فاستا وانتو بتعشقوا البيتزا وبتحبوا البيتزا اللي انا سمتها بيستا اخدنا بيتزا بقى اننا منلعب قوي منخترع الاسبوع ده كتير سمتها بيستا هي مش موجود الاسم ده البيستا هي بيتزا وباستا شفتها باكاونت ما حطوش اسم المطعم يعني اللي عملها بس هي بايطاليا طبعا والرغيف زي ما قلت لكم شفته عن فود هاند كرافت من الشيف حسن العبدالله وقلت لازم اجربها وبتستحقت بقى ترند تعال نبتدي بترند البيتزا عملنا بيتزا كتير كتير يمكن 30 حلقة في ميز شو ولسه الاسبوع اللي فات عاملين انواع كتير دي العجينة انا حطيت هنا بشكل عام احفظوها كيلو دقيق على معلقة ونص خميرة او لو خميرة بيرة معلقة واحدة اللي هي الخميرة الطازة اللي من عند الافران حطيت الخميرة مع مياه دافية ومعلقة صغيرة سكر حطيتهم على الدقيق بتديت اعجن مع مياه دافية ويعني فين جنس وانطوت زيت زتون دي وصفتنا للنهاردة ارجعوا اكتبوا ميشو بيتزا دلوقتي على اليوتيوب اكتبوا ميشو بيتزا هتلاقوا حلقات فحنختصر لانو الوصفة هنا مش في البيتزا الوصفة في البيستا اللي هي البيتزا مع الباستا العجينة تجنن انا عايزة بس الدقيقة اهو عشان نلمها مع بعض ناخد شوية دقيقة كده بنبتدي نلمها بصو بصو عجينتنا ايه رأيكم شايفين خمرانة ازاي اوكي بصو 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 اواريكم بصو خمرانة ازاي تجنن فحاخدها كلها كده دي بقالها تقريبا ساعة ونص لساعتين بتخمر وبصراحة عشان الستوديو التكيف بيبقى عندنا عالي وكت مستعجلة بفتح الفرن وبفتح باب الفرن وبسيب الحرارة بحط الطبق على الباب باب الفرن ببعدوا عن الحرارة وبغطيها بالستريتش زي ما انتشايفين وده بيخلي الحرارة قريبة ما تسويهاش انه تحسوا انها استوت بس تديها الحرارة المطلوبة للخميرة انها تتفاعل طيب ما قلنا بيتزا وباستا تعالوا نعمل الباستا لانها هي محتاجة ما تبقاش سخنة قوي لما نحطها على العجينة عندي هنا هتقع علي الحرارة الباستا اللي هنحطها هنا اللي هي البنة او ريجتوني اللي اشكالهم تبقى قسطوانية كده اوكي فحنعمل الباستا باري سيمبل هنحط بسيطة جدا زيت زاتون شوية وحديها النهاردة ترميلة يعني انا ما شفتش الوصفة لما تحطت على الانستجرام شفتها حسيت في ترميلة هم غالبا حطوا ريكوتا بس انا حابة احط قديها اصلا هي طبقة بين عجنتين مش عايزها تبقى طعمها ملوش طعم قوي فحديها جبنا اسطنبولي مع شوية كريمة وطماطم هتديني الترميلة وتديني طعم الحدقان الحلو اللي هيخلي الطبقة دي مش دسمعة بس على الفاضي لأ فيها نكاة حلوة وبرضو فكرة باستا كده اللذيذة لوحدها يعني تعملوها من غير ما تحشوها هناخد عندي هنا زعتر وتوم هقطع بس توم كده شرايح بس توم واحد شرايح رفيعة ونحطها في الزيت ونحط كمعوت زعتر ندي زيت الزتون لايف ندي له روح هو دلوقتي ريحة التوم والزعتر ملت للسوديو دقيقة دي أو ثانية دي لأنه الحرارة هي اللي بتطلع الزيوت العطرية سواء في التوم أو في الزعتر هناخد دلوقتي هنا نقلب الفاستا مسلوقة كده كده أصلا هعمل ايه هاخد سوس طماطم بيوري عادي مش عايزين نكتر السوس لأنه مش عايزين العجينة تبقى طرية صاجي هقلب كده هحطله شوية من أين الكريمة اهي نكسرها بسنة الكريمة وحنحط لها خاته ناخد بس باقي التوم من على السكينة هنحط لها الجبنة على فكرة حدقة جدا فمش هنحتاج تقريبا نحط ملح قطعة ظريفة من الجبنة الإسطنبولي بحب السوسات اللي فيها أسدتي فيها مزازة شوية مش بس كريمة شايفين كمية السوس لكمية الباستا وليلة نعايزة بس أفرفت الجبنة عشان تديني الترميلة تعال نحط لها فلفل اسود أين الفلفل قلنا مش هنحط ملح خلينا ندوق لأنه هي الإسطنبولي ملحة جدا شوية فلفل اسود طبعا هشيل أعواد الزعتر دي لما تديني الطعم اللي أنا محتاجة أكد إنه بس برفتنة كده الجبنة طب نقدر نحط أنواع جبنة إيه باستا ممكن نعمل باستا بالباستو خلص احنا مناخد الفكرة بقى ونطبقها الرحان تبقى باستا بسوس الرحان يا سلام ومحشية في البيتزا فهتدينا لير أوف ليفر نكهة خلص أنا هشيل الزعتر ده ونحط الباستا هتون أخدها كده ونبديها تقليبة ونخليها تبتدي أنا شايلها ألدنتي يعني إيه ألدنتي يعني لسه فيها روح للسوة مش مع الجينة بحيث تشرب السوس فأنا هسيبها كده على نار هادية هنا ونبتدي هدقها لما تتشرب أكتر شايفين ما فيش سوس تقريبا الباستا دي شربت السوس يلا نفرد العجينة اكسايتد قوي للمرحلة دي متحمسة جدا هنقسم العجينة على نصين طبعا دي عجينة كبيرة هتعمل لنا كذا واحدة وحنعملها حجمها كبير أنا ما عنديش صينية كبيرة فححطها على الصينية دي مش هنسويها بره وحنسويها في الفرن كلها عشان صعبة التحكم فيها بس هفردها وحطها هنا فحدي نقطة زيت زتون هنا بصو إحنا خلصنا الباستا دي ممكن نشلها والكريمة دي برضو كفاية فحنحط دي هنا ونحط لها شوية زيت زتون نقطة وخلوني قدهنها بفرشة مش عايزة ايدي ليجي عليها زيت دلوقتي عشان حنفرد العجينة اي صينية فرن مش لازم الصاجة دي هنا دورها بس تدخل الفرن مع الحجم البيتزا اللي أنا عايزة أعمله حبها تبقى جراند كده كبيرة فنبتدي ناخد العجينة ونقطعها سمعين صوتها سمعكم صوت العجينة الحلو سمع صوت التخمير الصح هنقطع العجينة كده اهي وناخد النص إذا دي تعمل حجم اتنين من البيتزا خلوني أجيب طبق ونقطع هنا على جانب تعالوا نفرد أول واحدة اللي تبقى القاعدة بتاعتنا هناخد الدقيق وانا عايزة وطي الحرارة خالص على الباستا اديها تقليبة وهي دي اللي انا شفتها بالفيديو بالضبط فيها الترميلة دي غالبا زي ما قلت لكم كانت ريكوتا نشيل الماء ونبتدي نفرد هنحاول هنا بقى نرفع العجينة قد ما نقدر ليه بقى؟ لأنه عندنا طبقتين من العجينة فمش عايزين نبقى بالآخر ناخدنا الشاب التانية ألز نبقى بالآخر بناكل عجين كتير على الفاضي فحرفعها ممكن نبتدي كده بقدينا يعني عايزين دي تبقى دايرة كبيرة ودي تبقى القاعدة وحنكمل شغل طبعا على الصينية عشان بنعودش ننقل العجينة من هنا ل هنا وتتقطع نرجع نفرد كويس زي ما قلنا أرجع أقول لكم العجينة العجينة ببساطة هي دقيق وخميرة شوية سكر أو من غير سكر ساعة بعملها من غير سكر بس النهاردة كنت عايزها تخمر بسرعة وعايزها هشة مش كران كريسبي قوي حطيت كنت حطوا معلقة سكر كبيرة معلقة ملح صغيرة وفنجان صغير زيت زتون فنجان القهوة بتاعنا بنشوف في القهوة التركي زيت الزتون وكيلو الدقيق ونبتدي نحط الماء الدافية بالتدريج وعمرنا ما نحط الملح على الخميرة علشان الملح بقلل تفاعل الخميرة هي كائن حي دايما السكر هو غداء الخميرة إذن ما نفرد أهو قد ما نقدر الفرن على متين مع المروحة فوقه تحت تعالوا ننقلها هنا على الصينية دي كده بصوا ونزبطها بقى جوة الصينية حننقل عليها خلاص اهان انتوا استنوها تبرد شوية في البيت اوكي حننقل عليها ساعمل حاجة لطيفة لأول استنوا ونحط شوية مزارلة تحت عشان تعمل طبقة حماية بما اني انا هحط الباستا شوية سخنة وبالمرة جبنا اكتر بيتزا احلى نفردها كده وناخد الباستا دي اعواد الزعتر انا هعمل الخطوة دي ونطلع فاصل اكون فرد العجينة التانية اللي هنحطها على الوش ونرجع على طول نعمل طبقة البيتزا من البيتزا هنا طبقة الباستا وفاضل طبقة البيتزا هنعملها بيبروني النهار اللي هي السلامي فلو حبيني كنترول تطلع فاصل هي خلاص انا هكمل الخطوة دي ونطلع فاصل اكون فردت العجينة دي ونرجع نكمل كل الخطوات مع بعض يلا نكمل قمبلة النشويات والكربوهيدرات بس اللي الواحد كل فين وفين بحتاج يغير يجدد يعمل حاجة لذيذة ونهار دا احنا بنعمل تريند هناخد دي هنا وزي ما قلت لكم ما فيش حاجة اسمها جيبنا كتير هنزود عشان تلزق العجينة اللي هنحطها دلوقتي هنا بالجبنة طبعا الناس العاملة دا التمتنع هناخد دي هنا ودلوقتي هنتعامل لانه دي بيتزا دي طبقة اللي فوق دي طبقة بيتزا عادية جدا مش شايفين الماكرونة خالص اعتبروها مش موجودة بنقفلها كويس بالاطراف كده اهو بنقفل الفرن على 200 فوق وتحت المروحة اي صنية فرن اللموني اي صنية عادي انا بس حطاها عشان الحجم الصنية دي اكبر واحدة عندي ادي افلناها كده هتطلع فيه بخار كده طاجل دلوقتي هناخد شوية صلصة طماطم وندهنها عايزين الوصفة دي تتجرب وتتعمل ترند مايز شو ترند اهو دهنها كلها زي البيتزا بالزبط هنحط شوية زعتر نديها طعم رحان زعتر اللي انتو عايزينه ونحط شوية موزرلة شوية ما الفاش اقول شوية بقلي كتير بقول حط شوية موزرلة ومنحط كتير يلا هناخد دلوقتي السلامي ونوزعه عرفتوا ليه اسمها بيستا بيزا الباستا الى الفورن واحنا في الحلقة مع بعض نسيبها تستوي واحنا منعمل نكست ترند هنحط طبعا جبنة تاني او عاشر فيه ناس عندنا في الكنترول عاملين دايت وانا متحدياهم انه بعد الحلقة انا حكسر الدايت ده ايه يا كنترول لسه عند التحدي لسه قد التحدي طب استنوا فيه حلقة توقف وخفف يلا الى الفورن انهي فورن احنا هنا لانه هنا مشغلين لا هنا مش لا 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 خبطتكم هنا هنا مشغلين فوق تحت هناك الشواية للوصفة الجاية فانا هاخد ديه كده واروح الفورن خطها كده بالفورن وننساها درجة حرارة 200 مروحة من فوق ومن تحت وخلونا نشوف this piece this monster لما تطلع من الفورن اي كانت ويت اني افتح العجينة كده الطبقة واشوف الفاستا وهي دي اعتقد الحاجة اللي بتخلي الحاجة ترند دي مومنت في كل وصفة لحظة كده معينة في كل وصفة اللي بنعملهم سواء خلال التحضير او خلال التقديم الوصفة الجاية هي خلال التقديم لما نيجي نقطع الرغيف اللي هنعمله دلوقتي حالا حالا مع بعض طيب اينا الرغيف اهو هنروح عند المخبز ونقول له يعمل لنا رغيف توست بس ما قطعوش حالا هنفتح التوست نختار مكان كده فلياكم من هنا انا هعلي الحرارة بس على الطاصة تسخن لحد ما نقطع التوست عشان نعمل استيك العادي عملنا كتير في الاستيك الفكرة هنا في البرزنتاشن هنيجي هنا زي ما قلت لكم الوصفة دي وصفة food handcraft نقطع كده وننزل لتحت كمان لانو عايزين مكان نحشي فيه للستيك انا عندي صحاب من عشاق اللحمة والستيك والحاجات دي دول هيبقوا طايرين لما نقدم لهم وصفة زي دي هنبتدي نفرغها مش عايزين كلها عيش فنفرغها كويس هل هنهدر ده لا بس هنشوف له يعني بعدين حاجة ممكن bread pudding اللي هي وصفة العيش توست اللي بحط عليه زبدة وحليب وبيض وبعمله بالفرن فمنفضيها اهي هنحشيها استيك متخيلين النهاردة عندي rib eye stake ممكن يبقى عرق فلتو ممكن يبقى اي لحمة منعمل فيها الشاور ممكن يبقى فراخ ممكن يبقى فهيتة اللي انتو عايزينه الترند هنا انو الطبق بتاعنا زي ما انتو شايفين نشيل باقي بس العيش هو الرغيف حل الرغيف هو الطبق بتاعنا هنحطه هنا واخد هنا عندي اللحمة عندي rib eye stake اهي شايفينها هاخد هاتو ناخد قطعة ونقطعها سلايسز دهنها على فكرة بقى طعمه حلو قوي 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 في التشويح اهو اي لحمة تنفع تتعامل فهيتة او شاورمة تقدروا تعملوها اذا هنقطعها كده وحناخد بصل ابيض وفلفل اه حواريكم الفلفل اخضر الالوان اخضر بس مش الرومي الصغير ياريت يبقى الكبير ده ناخد هنا البصل هنكرمل البصل شوية بعدين نحط اللحمة هاخد كده ونقطع البصلة اذا بصل فلفل اخضر اللحمة ملح وفلفل ممكن نحط لها شوية صوية او وورشستر شاير صوص اي سادت بنقول وورشستر صوص دي من اسعب اسماء السوسات في العالم وورشستر شاير فاحنقول وورشستر صوص طيب البصل بيبقى فيها كمية حلوة هناخد قطعة من الزبدة شو تبدينا الشوي الحل طعم الشوي ناخد قطعة زبدة برضو حلوة واقفوا خفف ليها حلقة تانية انا اللي بتخانكم وانا اللي بخصسكم بالاخر نحط الزبدة وناخد عليها البصل وانا حضيف نقطة زبدة تون عشان متتحرقش الزبدة زيادة عن اللزوم بس عايزة البصل ياخد اللون دوي كارمل في ناس بتحوط لها مشروم ممكن بس انا بحس هيتوغ المشروم في الزحمة دي خلي ننشيل دول واغسل ايدي بسرعة حتى نرجع نكمل هاتوغ نروأ المطبخ طيب تعالوا نقلب البصل في كارمل كده واللحمة اهي كلها عندنا زي ما قولنا الربقاي ممكن فلتو ممكن لنتوا عايزينه في ناس بحب البصل طري ومكارمل في ناس بحبه كرنشي يعني في ناس بحبه نتاكلوش في السلطة في ناس تاكلوه بالسلطة زي ما انتوا عايزين انا اديته بين البنين هنحط دلوقتي ده هنا وده هنا نحط اللحمة ونروح مع بعض واللحمة هنا على النار من غير مقلب كتير على اعلى حرارة نروح نعمل الترند اللي دلوقتي هو فعلا الترند على السوشيال ميديا كنترول هنروح نعمل الترند التالت سريعا بص هناخد صنية فرن وقلت لكم ده ترند الزبدة والتوم والبقدونس بس ما فيش فيه اي حاجة تانية هنحط له رشة ملح طبعا بياخدوا الزبدة بيحطوها هنا في السنية بياخدوا التوم وبيغرزوه هنا هي مفروض تبقى درجة حرارة الغرفة اكتر بيغرزوه كده اكيد اكيد يعني ناس كتير تفرج علينا شافته وفكرت تجربه طبعا الزبدة مع التوم هي خلطة يعني عالمية كلنا محب الجارليك بطر نعمل فيها حاجات كتير فانا هغرزو زيهم بالزبط وبيوزعوه توم كمان حواليه واعتقد دي طريقة حلوة ناخد معلقة من الزبدة دي ندخلها بأي وصفة يبقى نكهة التوم فيها والتوم نفسه بيتاخد على جم وبتهرس دي كبير اقوي نحطها هنا اذا حطينا التوم انا سايبة اللحمة بقى البصل خلي البصل اتاخد لون اكتر ومن غير معه دقلب كتير وتبخر السوائل اللي فيها مش عايزين سوائل كتير خلاص هناخد ده هنا انا عايز ادخله عشان تلحق بالفرن الزبدة تغلي وتسوي التوم هنحط البقدونس ما حطوش زعتر ما حطوش رحال حطوا بقدونس ونحط الملح تعالوا نروح دلوقتي مدقيا على الفرن ده وانا بنفاصل حزبط الافران شكلي عايزة يكنترول اربع افران اتنين مش كفاية المطبخ الجديد المطبخ طب خلاص انا حطها تحت المطبخ الجديد عايزين اربع افران تمام الموسم اللي بعد ونطلع تاصل وانا بقلب دي عشان خلاص ونقلبها عشان البصل ونكمل لما نرجع من الفصل احلى فليستيك وصفته مش عايزة ولا ملح ولا فلفل في الاول عشان ما ننزلش لا نحرق الفلفل ولا ننزل المية من اللحمة بعد ما شفته خدت التشويحة الحلوة دي في البريك الصراحة كان لازم موقت اضيف الفلفل الرومي اوكي يفضل الاخضر ومش البلدي الاخضر زي الاخضر زي الالوان طعمه بيفرق قوي في الوصفة دي لو ما فيش الرومي العادي لو ما فيش الاصفر او الاحمر بس فعلا دي تؤكل كده الوحدة هنحط لها دلوقتي رشة الملح بحب تعمل استيك يظهر اللحمة الحلوة دي في شوية الدهن اللي فيها الفلفل بقى هنكتر شوية استيك محتاج فلفل وكمان ممكن نحط يا إما شوية سوية يا إما وورشستر سوس زي ما قلت لكم سنة كده ده لبقى فيه سنة مززة الخل على البسيط بتثبت الناكهة بالذات لما يكون فيه دهن شوية طيب ده هنسيبه نطفين هنروح نعمل لتشيز ولا نحطه هنا الأول تعالوا نحطه هنا هو لازم اللقطة دي تتعامل بتركيز فعايز أعملها قبل ما تجيبنا تحتاج تحريك كتير ناخد للوقتي هنا إذن هنحشي الرغيف العجيب برضو عملنا الرغيف عجيب كتير السيزن ده نقرب ده كده البيتزا على فكرة لازم نبص عليها على وشك أنا لازم أسيب مكان هنا للجبنة فهعمل كده بس والبقين دول بتعاملوا سندوتشات بقى لأنه الوصفة في دي بس دي الفكرة تعالوا نروح على الفرن نبص على البيتزا امتدت الكراست أهي شايفين عايزين هتاخد الكراست سامعين نتأكد كده بصوا هقلل الحرارة سنة واسبها عشان إحنا طبقتين عاجين فأنا عايزة طبقتين يبقوا استوق مش بس الطبقة اللي فوق لأنها تعرضت للحرارة فوطيت النار وكنترول خليكم معين هنا هنروح نعمل نفس اللي عملنا تقريبا للبيرجر العجيب وصفتنا من أول سيزن أصلا عايزة أقول لكم حاجة احنا يعني ميز شو بقاله كان سنتين ما شاء الله على الهوى وقبلها فيه تلات سنين من ميز كيتشن فبعد أقول أنا خلصت كل الوصفات فدايماً ببقى عايزة بقى أنا مستمتعة في المطبخ مش أنتوا يعني ممكن جداد بيفرغوا علينا بالنسبة لهم أول مرة بس أنا لازم أبحث أني أنا مستمتعة فبستمتع لما نبتكر ونجرب مع بعض حاجات جديدة حنسيح الزبدة ونحط لها دقيقة حنعمل رو اللي هي زي البشامات حناخد الدقيقة معلقة اتنين تلاتة لأنه الزبدة تقريباً تلات معلقة يعني بالنظر كده منقلب على فكرة بتعرفوا لما تلاقوا كمية الزبدة للدقيقة مش كتيرة ولا قليلة شايفين هو ده الرو منقلب كويس عندنا زي ما عملنا المرة اللي فاتت حليب وعندنا كريمة عشان ندي كده بقى الدسم على أصوله أصول الفلستيك جبنا بروفولون أمريكي يعني هي الوصفة دي أمريكي بيحطوا الجبنة لبروفولون أوكي وبتبقى شبه الأشقوان شوي الكاشكفال أوكي تشدر على كاشكفال كده في نفسها بتشد بس احنا هنعمل نهارده حاجة أحلى نقلب نقلب ندي كده تشويحة دلوقتي حنحط حليب كنترول بقولولي كريمة كالعادة ما هو بص عشان كده أنا بعملكم واقف وخطف نحط الكريمة قد بعد تقريباً حطيت كريمة وحليب عشان ما تتهمونيش لها ما تزوري يا كنترول ودلوقتي منحرك ومنبتدي ننزل الجبنة هنزل جبنة اهو كوباية موتزرالة واللون بقى حيجي من التشدر الحمرة وبرده قدها تشدر الحمرة تيجوا نحط لها سنة بابريكا بتديها لون حل وكمان وطعم حل تليق مع اللحمة اه دي مش سنة دي معلقة كبيرة بابريكا هتنشلها هيقللتلكم كريمة يا كنترول ونقلب مش عايزينها سوسي قوي يعني عايزين جبنا بس تسيح هتشوفوا بص بص الحركة دي الجاية عشان ندخلها تحت الشواية نقلب في البرجر خلتها سيلة شوية عشان تغطي البن من فوق تنزل عليه كده هنا هتنزل تغطي الحتة اللي فوق دي كلها وكمان نحط عليها شوية مش قادر اقول الكلمة شوية موزرلة تاني عشان تدخل الفرن وتسيح بصوا لا لسه هيطلع تاني هتسيح تاني لسه انا عايز عالي الحرارة اصلا طب انا قل انا على البيتزا يا جماعة ناخد الترند واحدة واحدة نبص على البيتزا اي تينك وردي البيتزا موردن ردي تعالوا نطلعها بسم الله الرحمن الرحيم ونحطها قدامنا هنا على البورد الخشب ايه رأيكم؟ خطيرة وفيها سيربرايز دايما الحاجات اللي بقى فيها سيربرايز اقفل الفرن بس يعني ايه سيربرايز؟ يعني انه لما نفتحها هنكتشف فيها ايه جوه زي ما هيحصل معانا برضو بالستيك نيجي هنا يلا اريو رادي تقليبة 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 نطلع لفوق كمان هي لسه هتدخل الفرن هتبس نحطها دلوقتي معانا وقت قد ايه كنترول حلو خلص دي بقيت جاهزة و we're ready هيا بنا دي اللقطة اللي انا كنت مستنيها في الوصفة دي جاهزين بصوا دي اللقطة دي دي اللقطة اللي هتخلي الوصفة دي ترند وارجع واقول انها لهاند فود هاند كرافت لحسن العبدالله بحييك على الوصفة دي حسن حلوة جدا 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 وده سيمة بس حلو هناخد شوية مزاريلا هنا وحندخلها تحت الشوية حالا قبل ما نطلع الفاصل بس حلوة يا كنترول تسهل كل المزاريلا دي صح والاقبان دي الى الفرن احنا الزبدة بالفرن اهيه بقت بيرفكت لازم اوريها لكم خلاص جاهزة دي تحت الشوية انا حطها هنا اهو خلاص كنت احتها عشان الزبدة انا حولتها للشوية لا اه للشوية كده تعالوا نبص على الزبدة تعالوا نبص على الزبدة شايفين شكلها ايه رأيكم هو ده الترند انا عايز اشوف بس الزبدة طريت لا خليها شوية بالفرن هتلعها خليها الوقت الفاصل عشان عايزة احنا منعمل تقريبا كده جارليك كونفي يعني منسوي التوم بالزبدة او بالدهن في الفرن كده الزبدة قاعدة بتاخد احلى طعم تعالوا نعمل اللقطة دي قبل ما نطلع انا اشقدر استنى طيب انا هفتحها من حتة يا جماعة اوكي وعايزكم تبقوا معايا هنا 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 جاهزين انا هفتحها كده بس شوية نريحها هيا دي اللقطة بقى في الوصفة دي اللي انا مستنيها هيا هيا دمار شامل نقطع قطعة ونطلع فاصل بيتزا بيتزا باستا بيتزا تعالوا نبصوا علي ترارارا بصوا ايه رأيكم دمار شامل كارب بومبي بس نستاهل في الفرن عندنا رغيف الفلستيك وعندنا ترند الزبدة نطلع فاصل اروأ ونرجع نعمل ترند الخيار ونقدم كل حاجة ترندي النهاردة موسيقى 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 شايفين خطيرة والريحة والأحلى من ده كله إنه ده من أحلى الساندويتشز اللي أنا بحبها يعني فيلي ستيك ساندويتش من أكتر الساندويتشز اللي بيقولوا make sense وبقولوا كده مطشو يعني ساندويتش لحمة ستيك بصل جبنة سايحة حاجة كده دمار شامل ده second trend بيقولولي في الكنترول ربنا يسمحك هعزمكم والله بعد الحلقة المشكلة هم عاملين دايت فعشان كده بيقولولي ربنا يسمحك نطلع الزبدة من الفرن يلا فاضلنا 2 mini trends الله الريحة واللي فاكر إنه حناكل دي دلوقتي هي لا احنا منحضر زبدة سخنة قوية الزبدة دي علشان ندخلها في أي وصفة أو نعملها spread هقول لكم حال تتحط بعد كده حتى في التلاجة وبتجمد وبتبقى spread فحنعمل ايه؟ هناخد الماشر عايز أوريكم إزاي هي دايبة في الشوكة نبصوه شايفين التوم؟ بيتهرس بيدوب شوية التوم دول مع الملح والبقدونس خطر ههرسها هتوقع هرسها بالشوكة أحسن من الهادرسانة أنا محبش الحاجات للأدوات المفزلكة شوية الصراحة أهو بالشوكة هنهرسها ونحطها ببترمان وبعدين نطلعها كده spread عارفين الجبنة الكريمي وكده أو نحطها مع جبنة ونعمل garlic bread في ثانية نحطها مع باستا ويبقى عندنا الزبدة بالتوم ندوركم زبدة بزيت زتون هو ناقص كده يا كنترول أحطولكم زيت زتون كمان هادو وحلوة تفضل كم قطعة كده سولا هناخد بس نشوفوا المرحلة الجاية هناخد حتة عيش والله ما تحمصت بأي حاجة نشفة بالتوستر وناخد عليها شوية من التوم ده تصدقوا لي اللقمة دي تجنن كنترول عينكم فيها بقلولي جدا يعني صريحين نفس واحد كلهم قالولي جدا سهلة جدا شوية زبدة بالفرن مع شوية بقدونس مفيش مكونات يعني غريبة ولا عشاب غريبة اوكي اهي حطها هنا والعيش هيتشرب انا سايبة شوية بقدونس هنا فرش احطرها شوية البقدونس لفرش وحناخد بمغرفة بمعلقة خلونا نشوف ممكن تهرسوها اكتر ممكن تسيبوها تشانكي خلو بالكم الزبدة دي لما تبرد تتجمد يعني هتبقى سبريد مش هتبقى سيلة كده مجرد انه نسيبها حتى بره مش في التلاجة هترجع تتماسك وتبقى طرية بطرماندا هخليه هنا في البرنامج ووريكم ازاي هنرجع نستخدم الزبدة دي في وصفات تانية كتيرة طيب هنحط دي هنا كده وننقلها هنا موجودة على التك توك بكترة وشفتوها وقلت يا ترى هل التوم ده بيدوب هل تطلع ريحة حلوة انا بأكد لكم انه ترند ناجح مش عارف اصفي ده هنا دلوقتي الطاصة سخنة قوي اللسانية سوري حنقلها مش هسيب الشوية دول بعد الحلقة على طول يكونوا بردوا شوية حنقلهم في البطرمان تعرض الوقتي نعمل الترند التالي الرابع ده برضو موجود دلوقتي الخيار المخلل بالطريقة الاسيوية عملنا قبل كده الطريقة دي في البطاطس هناخد الخيارة وناخد الاستيك استيك عارفينه الخشب ده وسواء خللتوه بطريقة الاسيوية بطريقتنا بأي توبنج احنا متكلم هنا للترند في الشكل هنقطع على الحتة دي والحتة دي تعالوا ركزوا معايا اول مرة عملت قلت مش هينجح بعدين الحمد لله نجح نجيب سكينة حده وحنقطع على ستريت يعني كده بصو الخشبة بتوقفنا اهو نقطع لحد ما نوصل للخشبة هنا منقطع بطريقة مستقيمة من غير الورب السوس بتاعها خل سوس السوية توم سكر او عسل سمسم فلفل حرق مجفف خلطة انا بعشقها وعملته لكم قبل كده التخليل ده جنب وصفات الرز اللي هو بال منجوليان رايز والوصفات دي خلص هي بقت كده هنقلبها الناحية التانية وبرضو نحطها بالاستيك هنا هنيجي بالورب اوكي كده بصو هتقولوا يمكن كده ما تنجحش تعالوا نشوف نجرب كده انا عدت اعمل كده وانا بقطعها وقول لا دي بتنجح الحمد لله حاجات بسيطة كده بس ساعات على اذا اقولكم على الهوى اكتر الحاجات البسيطة هي اللي بتبوص فدايما بقول ربنا يستر تعالوا نبص عليها مع بعض اروي رادي نشيل الحتة دي جاهزين بوص ولا ادوات ولا حاجة سكينة وتوستيكس هنحط ده ونخليله نخليله بطريقتنا نخليه بطريقتهم لترند كله في الشكل الرائع ده اللي يمكن فيه ادوات مش هتعمله هنحطه هنا مع دول وحقول لكم دلوقتي حالا خلطة ال بيكلينج بيسموها water او سوس بتاعة الطريقة الاسيوي اللي انا بعشقها وجربوها جنب السير فراي والرز الاسيوي الاخرية هنحط خل مثلا 3 معالق خل وما قالوا خل الرز بس انا حتتخل عادي عشان ايه نسهلها هنحط سويا سوس مثلا دي غمقة فحط معلقتين كبار تخليل لازم ملح طبش هنحط ملح هنحط تشيلي فليكس الفلفل احمر المجفف وده ما بقول لكم تشيلي فليكس هي كلمة بس بتخلي شكله يعني او اسمه اتراكتف كده جزاب فكروني يا كنترول محطش ايدي في عيني لحد ساعتين لقدام بفرق الفلفل قاعدة بأيدي هنحط ثوم مهروس تقريبا يعني دول معلقة مثلا كبيرة او معلقة ونص هنحط السكر الاكل الاسيوي دايما بقول لكم انه التوازن ما بين الحلوة والحادق والمزز والمسكر هنا حطينا صويا حادقة السكر حلو الخل مزز حطينا معلقة كفاية والثوم والفلفل الحرق كل دي نكهات حلوة كان فيه ايه تاني كان السمسم السمسم رائع معه وتعالوا ننقلهم على طبق تقديم لذيذ اهو ناخد دول اخد معلقة كده وننقلهم شكلهم حلو ازاي وهي لحظة لذيذة جدا يعني دو متشوفوش ساعتي لما اول مرة قطعتها كده اول مرة قبل الحلقة يعني عملت كده وكده وتانيتها بعدين بعمل بالورب وحاسبت فيه حاجات تتقطع اول ما مسكتها عملت كده سمايل هي دي اللي اعتقد خليتها ترند انه الخيار استجاب للتقطيع دي اللي شفناها في البطاطس حاجات كتير وانا عملتها معاكم بس ما تكسرش لانه طري فإدينا النتيجة الحلوة هنحط السوس عليها وخلصنا النهاردة حلقة الترند انا عارفة انكم بتحبوها كان ردود الأفعال رائعة على الحلقة الأولى قلت نرجع بقوة ندوق اي يا كنترول الستيك طب ندوق الستيك وانا عايزة دوق البيتزا الشخص اللي عامل دايت في الكنترول مش هقدر يدوق الستيك عايزنا ندوق الستيك هدوق الستيك هزيني الجبنة بقى مع كل حاجة خطير الطعم البسيط الحلو اصلا ما ضفناش حاجة احنا هنا هو هو كده بينزل في ساندويتش وعليه جبنة واللحمة مع البصل والفلفل هو هو بس تقدمته لذيذة جدا جدا اللي على فكرة جمهور ميز شو بيساعدني انه بينقسم ما بين رجالة وستات كبار وصغيرين ورجالة كتير دخلت المطبخ وستات كتير تبعطي تقول لي اشكرك انا مرة ماشية في الشارع فواحد وقفني مع عمرت بقول لي مش هايلي عاستور معك انا انت خلتيني ادخل المطبخ هيا وقف تقول لي شكرا شكرا مبسوطة جدا انه هو ابتدى يحس ان المطبخ مش حكر على الستات اعتقد وصفات زي دي ودي يمكن مش دي تخليكم تدخل المطبخ وتجربوا احنا النهاردة عملنا ترندي دول حيبقوا ترند ودول الريدي ترند تعالوا ندوق مع بعض البيتزا وقال لكم باي خطيرة استنونا بكرا باي اشتركوا في القناة